السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والإخوة الأخوات تحية لكم نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال وأحسن الظروف مرحبا بكم معنا أخوتي فضل فيديو جديد نتمنى لإعجاب ديالكم أنا دائما كنحرص في الفيديو الديالي ولا في اللايف الديالي اللي كندير على أنني ندوز ميساجات اللي كيكونوا كيهمونا أول حاجة كمغاربة كمو الشمع مغريبي وكهمو البلد ديال اللي هو المغرب بقيادة صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وأياده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الصحة والسلامة وطوله العمر ويخليه العائلة الكبيرة دياله اللي هو المغرب والعائلة الصغيرة دياله من طبيعة الحال دائما أخوتي كنحاول أنني ندوز مواضيع اللي في المستوى وهذا هو المطلوب من نحنا إن أخطأنا فهذا يعني وارد ونعتذر ويعني كما قلت لكم أخوتي قدروا نطحوا فهذا المشكلة هذا وإن أصدنا راكيبق هذا هو الهدف وهذا هو المضمون من هذه الفيديوهات أو من هذه القناوات هذو بالصفة عام أخوتي نتمنوا الدعم ديالكم أنتما كمتابعين لأن هناك ناس اللي كيشوفونا أعلى مننا مستوى وكيعرفوه وكنحاولوا على أننا نستفدو منهم وكنبهونا ذلك شي لاش كنأكد في التعاليق ديالكم لأننا كنحاول أنا نسلح شي أمور إلا تحت بشي أخطأ ولا شي حاجة إذن نتمنوا تقوموا معنا حتى الأخير دياله فيديو هذا فيديو غاديكون متنوع في وحتى تدي الفقرات الفقرات الأولى غادي نهضروا على الماديمي وكذلك غادي ندوزوا على أكبر عملية نصف في المغرب وليش هدها المغرب ونصف ننفت هذا وانتمنى ما نكونش خاطئ كذلك غادي ندوزوا على أو ندوزوا على القرقارات وما يقع في القرقارات وهناك تعبيئة من الجيش المغربي وأوامر عليا أصدرت من أجل تنظيف القرقارات وهذا هو الوقت هذا الشيء غادي نهضروا عليه وهذا كيبقى من أطلاق لجميع القناوات أنهم يهضروا على هذا الموضوع يساندوا جنودنا ويساندوا سيدنا ويساندوا الأمور هذه على أيين هدها من الفقرات دياله فيديو نتمنى أخوتي من نطولش عليكم مني غادي نجيوا أخوتي نقولوا أكبر عملية نصف ونك نسميها ونتمنى ما نكونش خطأت كيفما قلت لكم غادي مشي أوتوماتيكم وغادي نهضر على باب دارنا مشروع ديال باب دارنا اللي هو مشروع تم النصف فيه على المغاربة بدون يستناء نتم قول المغاربة فيهم داخل المغرب وخارج المغرب كذلك أجانب كذلك مسؤولين هدو ناس كلهم كانوا ضحايا ديال هدو المشروع ديال باب دارنا هدو باب دارنا هدفش كالجيس تتقلب على الداخل دياله كتلقى يعني المسؤول رقم واحد وهو محمد الوردي محمد الوردي هو رئيس هدو المجموعة هدو باب دارنا بالإضافة إلى بعض المساعدين دياله ولمحاسبين على أي ناس اللي ديرن به ما كيفوقش أخوتي العادل ديالهم سبعة أنا الناس نهارني تصلوا بيها باش ننظر على هذا الموضوع وأستسمح إن تأخرت لظروف رقم ربما تتعرفوها الناس كنت نظرت على هذا الموضوع أخوتي في حد مدة بعيدة يعني نهارني كان بان هذا المشروع في حد الضيفات ما يفوقت من شهر وكنت كنقول لأنه ربما تدرحل مع هدو الناس ولكن مع كل أسف تصلوا بنا أخوان وأخوات وخصوصا الجالية المغربية عبر العالم وقال لك أخوير الله رحمه ودي ما تنسوناش مهات القادية ديال باب دارنا رح نمازال مخديناش فلوسنا وتم النصب علينا أنا تفاجأت يعني أنا تفاجأت صراحة لأنه فش دخلت الحيتية ديال الموضوع ومن بعد التحقيقات الأول يوم بعد القبض على هذا المسير ديال الشركة هذي ألقيت على أنه هناك الملايير أخوتي اللي تسلبت ذاك شي لست سميته أكبر عاملة النصب الناس كتختلفوا كتقول ربما هناك سبعين مليار تمانين مليار ستين مليار ولكن العدد نتمنى ما نكون خطأ العدد يفوت مية وعشرين مليار مية وعشرين مليار فيها فلوس ديالناس مسؤولين كبار قضاة فيها كذلك موظفين فيها أمناء الجالية المغربية فيها ولاد المغاربة فيها متقاعدين فيها 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 بزاف أخوتي مية وعشرين مليار بزاف وحتى لرجعت لهذه الميل في هذا كتلقى مثلا هذي محمد الوردي اللي كترأسها المجموعة كيف مكتلكم حتى الناس اللي معاه ماشي شي ناس لاخر كينة كذلك الزوجة دياله والبنت دياله وإن كانت الزوجة دياله صوفيا الوردي هي اللي كانت مسؤولة على مسألة التواصل أو مديرة التواصل عفوا فيما كانت شي مشاريع ولا كانت شي معارض ولا شي حاجة كتكون هي المسؤولة وهي مديرة ديال التصويق والتواصل كذلك المديرة المالية إذا هنا كتلقى هذي الناس يعني ربما عائلة هاد السيد هو المرأ دياله والبنت دياله وانا غا نجيكم يعني بما يفيد فهد قديد البنت والزوجة دياله كتلقى هم يعني مجموعة ما تنظنش على أن هذه المجموعة دي كتكون من 7 أو 8 الناس غايد نصبوا لهذا المبالغ كبيرة كاملة كينة ناس اللي مور هاد الشي هذا هاد الشي أكيد لأنه المبلغ مبلغ كبير فلوس ديال الناس اللي مشات بالملايين لأنه على حسب كينة ليشل الفيلا كينة البقعة ديال الفيلا كينة الإقامات اللي هي فاخمة يعني فاخرة عفوا كينة شقاق اللي هي كما تنقولون متوسطة شقاق اللي هي فاخرة فاخرة جدا من النوع يعني الممتاز كينة بزاف كينة أراضي كينة بزاف ديال الأمور أخوتي حتى من تنجيوا على هاد المشاريع اللي من خلال اللي بحت وبما فادونا الناس به مساكل الضحايد لهاد المشاريع هذا نقات على أنه المشاريع في المجموع دياله لكن ما بين 12 حتى ال 16 وهنا كان التدبير والتخطيط علش من تنجي نقوله 12-16 لأنه في الأول كانوا الجهات ديال المملكة 16 الجهة إذا هاد السيد هذا كان كي يحاول لأنه كل جهة في المملكة يدير مشاريع ومنين ولاوا ربما الجهة الدباء وتحده في 12 قلل وخلى 12 المشاريع إذا كان هادروا على كل جهة فيها مشاريع وهنا كان عارفوا لأن السيد يخطط كذلك خاصة نتعرفوا هاد باب دارنا هذي باش تدي هاد الناس فلوس وتنصب على هاد الناس في هاد المبالغ هذي اعتمدت على فنانين كبار وهتشير معروف وتشما هتتعرفوه كينة فنانين كبار اللي كانوا ضحايا من لما نذكروا الأسماء ديالهم اللي كانوا داروا إشهار لهذا المشروع هذا والهد المجموعة العقارية كذلك هاد المجموعة العقارية ربما كانت تسكهفوا هاد المعارض هنا في بلجيكا كانوا تجهوا لفرنسا كانوا تجهوا لبلجيكا مجموعة عقارية كبيرة جدا لدرجة أنه ربما هاد مسألة ديال النصب والحتيال حتى الدولات عرضت للنصب من خلال هاد المجموعة هاتي علش لأن هاد المجموعة كينة مكتلكم أخوتي كان الاخر كان الناس مسؤولين كانوا كدوا في الاتقال أنه مجموعة قارية كبيرة هنغا نقولوا واش هناك تساهل واش هناك على أيين على ما تستفهم على أيين الحكم اللي كينة مكتلكم أخوتي كذلك هنغا نجيهوا المساعدة ديال هاد الناس هادو اللي يخلهم أنه هاد المرضي هادو المجموعة دياله يدو الملايين والملايين العباد الله كالقع لأن المساعدين لكن هناك رؤساء جماعات لأنه كانوا كنت تساهلوا معه جماعات حضرية كانوا كيوفروا له البقاع على أيين هناك تناسق كل شيء خدام كل شيء واخد حقه كذلك هنغا نجيهوا المهندسون أو المهندسون يعني معمريون كانوا كيساعدوه كذلك واحد الحاجة اللي مهمة بغيت نأكدها وهي مسألة رؤساء مصلحة تصحيح الإمضاءات والعقود كنسي تمه أعطي كيمة تنقوله أعطي العربون يكتبوا معك تم يقاليزوا معك تم إذن هناك مجموعة متناسقة هاد المجموعة دي اللي ينصبوا عليها المغربة وهاتش هذا مع كل أسف مع كل أسف المبلغ كبير بزاف الناس كيمة تلكم مختلفة يعني الطبقات ديالها يعني كنا ناس من أقل طبقة حتى الأخر على حسب المساوة ديالك هاتش هذا رعيب وعار نتمنى أن الدولة تحمل مسؤولي ديالها في هذه المسألة هادي وتعوض هاد الناس لأنه مدالوا حتى شي تن كذلك هاد المجموعة عقارية بانت يعني في الإداعة وفي التلفازة الرسمية على أيين بزاف الأمور ما تنظنش على أن هاد محمد الوردي هادا اللي الزوجة دياله مؤخرا هي والبنت دياله باتوا ما صبحوا وكان على أنهم يتم عليهم القبض يعني من الأول وما عرفت إذا بويش يعني تم القبض عليهم ولا شي حاجة كذلك على أن هاد المجموعة هادية ولا هاد الناس ولا هاد الجروب هادا اللي هو ما عنده شي خيب ركبير بزاف أنه ينصب على مبلغ 120 مليار القضية منفهومة شو فيها علامة استفهام كبرات وطرح نتمنوا على أنه الفرقة الوطنية وعدنا التقى التامة فيها على أنه يتعمق البحث من أجل إرجاع فلوس المواطنين لأن الناس راه تعبت على هاد الشيء داخوتي وتكرفسات على هاد الأمور هذي باش جمعوا ريال بريال باش إدنهم يدروا واحد كما تنقوله قبر الحقيقة هاد الشيء راه ماشي معقول وهاد الشيء هادا را كيضر بجهات أخرى وكيضر بوجه الدولة هحنا عودتاني ما كنجو نهضروا را كنهضروا على المسلحة بلادنا كتقوح انتها صارق 120 مليار شكول يبغي دير ارتقادة بب من الجالية وليش حاجه يهبط إذن هناك ناس اخرين كتدرهم هاد المسألة هذي خصوصا المستثمرين العقاريين أو المجموعات العقارية اللي كيخدموا فاتش دي البناء ولا واحد كيدير هو والاخرين كل شي كيدزر فيها را مع كل أسف هاد الناس را كيس يقول كل شي كيس يقول كل شي كيس يقول كل شي مانت نجي هنا عودتاني وكين هادروون ضامنوا مع الماديمرة سيقول أن يوجد فضح الفساد هاانت هاانت كاتش يقول الشي إذا نستي هاده منك أن يفضح را كانوا عندو حق تهو فضح تهو مافيا العقار مافيا العقار الدولة الناس اللي كتسلقار هذه العباد الله كينها علاقة كبيرة إذن بحالة الناس منك ان يوجد نضامنوا معهم وكين هادرو عليهم وكين حاولوا أنهم تكون عندهم يعني اقصراح وتكون محاكمة في في إطار احترامتان القانون لأن الناس ما دروا شي حاجة بحل الماديمرة ما دروا الوراء وفضح لك بحل هذا المافيات هذا فضحهم فضحهم إخواني أخواتي إذن نتمنوا على الصوت ديننا يوصل للمسؤولين رجالات الدولة اللي كانت تشيقوا فيهم واللي عندنا تشيقة كبيرة فيهم عندنا تشيقة كبيرة فيهم لأنه كان عرفوك هنا الناس اللي كيخدموا البلاد وكهموا مصلحة البلاد نتمنوا كذلك أطلق الأخ الماديمي ويكمل في مسألة أنه يفضح المفسدين والفاسدين إذن عنده بما يفيد وعنده يعني ملفات كبار نتمنوا على أنه يكون آذان ساغية لهات السيدة باش يسمعوا لهات السيدة لكنها ملفات اللي هم الناس راه 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 لكننا هنهضروا على الناس هذوره لا يعقل عن أنه واحد يدي الملاير وواحد من يجيه ضغطة واحد ما يسمع له إذن نتمنوا المساج لنا يوصل إذن أخوتي غادي ندوزوا لواحد فقرة تانية وغادي هنا هنهضروا معاكم وغادي نهضروا على مسألة القرقارات وغادي نخلوا الصور معنا وغادي تشوفوا الحالة اللي وصلت لها كذلك كنا في فيديوهات أنا موغلش ندوز هذة فيديوهات لأنه والناس وصلوا لدرجة أنه هذ المافيا أو هذ المجموعة أو هذ المافيا هذي الإرهابية مافيا البوليزاريو والليس كتشكل وحد خطر كبير أخوتي والليس كتشكل وحد خطر كبير لأنه جاء الوقت هذ الناس هذو باش يوقفوا عند حدة اللي معلوم واللي هو يروج على أنه هناك تعبيئة شاملة من داخل الجيش وأوامر عليا أصدرت على أنه هذ الناس يعني دولهم يتم يعني تطهير المعبر الحدودي لأنه هناك مشاعر كتعرفوا لأنه الشاحنة الدل النقل السيلع اللي كتشل إفريقيا وموريطانيا والغرب إفريقيا وكل شيء كل شيء واقف السلعة تتخسر فيديوهات كتتوضع لأنه هناك عملية الصاريخة وعملية النهب لأنه الناس المقومية كله رأي الناس رأي محتجزين وغدينزين أكد على واحد النطة مهمة وخشو أن الناس اللي هما سدن هذ معبر هذورا ماشي مغاربة هذو الناس اللي هما جايين كتعرفوا من الشارع الحدودي اللي ما بين الصحراء الكبرى جايين أما أولاد المغاربة اللي هما صحراويين اللي عدد ديلهم قللين رأهم محتجزين وما عندهمش حق أنهم يخرجوا وما عندهم تشي حاجة هذو عصابات يعني بأسلحة مدجاجين بأسلحة أخوتي هذو العمل وانت ملي كتشوف الناس الكاميونات يعني كتتتخذهم السلعة ديلهم يديو لهم ما يسرقوا السلعة السلعة خسرات انت ملي كتشوفوا الصور الكاميونات لأنه مددبة تقريبين الأسبوع محاصرين ما بغلي دوسش واحد الأمم المتحيدة قصة تحمل المسؤولية دي لفتشي هذا المغرب دائما تحتارم قرارات دي الأمم المتحيدة وملتزم دائما بالقانون والصبر دياله تبارك الله صبر كبير ولكن ما وصلت أنه الأمر أنه هما الهدف ديالهم مو يبتزو المغاربة ويقسوهم في الجانب ربما اقتصاديك تتعرفوا لأنه الناس يعني الدرات السلعة ديالهم إذا هذا نوع من كما تقولوا يعني بروفوكاسيون باش أنهم يدلوا عليهم وللمغربي يكون شي تدخل كين حدود كين حدود لا لزم الأمر على أنه تطهر هذيك المنطقة غادي تطهر نحن من الدور ديالنا يعني من جانبنا هنا كمغاربة أو كجالية مغربية وانا كان على رأسي أولا أنا يعني أدعم كل القرارات اللي ديالها الجيش المغربي أنا أدعموها إي حاجة ده لها سيدنا إحنا معها مش نشيكم صارح من هنا إي حاجة قرع لأنه نضف ديال منطقة نضف إحنا معها دعم مابدي ومعناوي اللي ده لها إحنا معها وهذا كان ضرق إي ديال الجالية المغربية كاملة أو للمغاربة كاملة للداخل ولا ولكن بما أننا كان متكلو أبناء الجالية خسنا إحنا نعطوه الصوت ديالنا أما أولاد المغاربة الداخل هذوك لا نقاش فيها عفوان عفوان أخوتي هذوك لا نقاش فيها إذا هنا تنقولوا أن ديالناس هذو رهم عيقوا بزاف زادوا فيه بهذا المعنى هذا مصالح ديالناس كانت ضرق بالزاف ديالأمور ما زال المغرب ضابط ندف زياله ولكن كما تنقولوا للصبر حدود للصبر حدود نتمنى على أنه هذي الناس هذو يفهموا على أنه وصل الوقت على أنه الباب ره مفتوح ديال المغرب كيفما كان مفتوح سنوات هذي بالنسبة للمغاربة وإن كنت نعني كنت نتحفظ على القادية ديالأنه نعرف أنه نسبة كبيرة مشي ولاد المغرب ونتمنى على أنه الباب مفتوح يبقى لولد المغرب ما نقول لولد المغرب احنا ما عندنا من ديرو هذي الناس لأنه نحنا ما نستفدو منهم ولو هذو مجموعات إرهابية العالم خسو يتحمل المسؤولية دياله وكشكلوا واحد خطر كبير على المنطقة منطقة الساحل ومنطقة المغربية جميع الدول ره مهددة من طرف هذي المجموعة الإرهابية كنت تعرفوا أنه كنشطم هناك القاعدة هناك بزف ديال بزف زف بزف لما نذكروا الأسماء لأنه لا يشرفونه ونذكر بحل هذه اسماء في القناة دياله إذا الخطر أصبح قادم أو أصبح أكثر مما نتصور من هذ المجموع الإرهابية بالنسبة للبيبان ره مفتوح الأولاد المغرب ولكن أنا أعرف بأنه صعب لأنه محتزازين ولاد المغرب محتزازين لأنه كان الباب مفتوح في وجهه ولاد المغرب مغرب ما غير يبقى له أنت شي واحد العدد ديالهم خمسين الف وله شيء حاجا ولد المغرب رافيهم تقريباً واحد ثلاثين الف ولا واحد خمس وعشرين الف اللي محتجات كما البقية كلهم كما عندنبهم هم تايش علاقة اللي ما عندنو تايش اصل ولا شيء موطن كي يتج임ه عند المرزيقة ويدعي أنه صحرا لا ولد صحرا رانا في بلادهم كيف مولد الشمرة في بلادهم كيم مولد غرف في بلادهم كيم مولد الرئيش في بلادهم كما ولد الريف بلادهم المغربي كما تتخلى على بلادهم كما تتخلى على بلادهم ولا جينا نهضر على المجموعة الإرهابية ولا هاد هاد المنظمة ديلي تأست ناس لأسوارة كلهم عايشين في المغري كلهم عايشين في المغري يعني ما عارفتش هند النازة بل كي هاد رب اسم الأخر ما عارفتش منين جاو كتلقى الأغلبية لهم يمن موريطانيا يمن مالي يمن ما عارفتش أشياء علاقة بالأخر إذن هذا ميصاج نتمنى على أنه يكون واضح وفي نفس الوقت الدعوة لإطلاق صراح أو ابناء المغرب لأنه محتجزين في مخيمات العار من ناس رمزودا عليهم ما تيخرجوش أخوتي هاد وراء معلومات مؤكدة لو كان فتحوا البيبة لولاد المغرب وما يبقى لهم حتا شي واحد العيس عبر هادا يعني ديرا واحد الحصار أولى خير دليل هاد شي اللي كان قولنا هو مؤخرا راه هو روب دي الجوز الجنود بسيارات ديانه السيارة الأولى عسكرية ودخل المغرب والسيارة الثانية ويش đâu يسيب يعيد عنده واحد أسبوعين هاد ومتا أتار حفيدة ديال ديال بوليزار واخر لهم يدروا هذه العملية تسيزا ذيوما لأن التدجيش اللي هما رجبما كيشو أحدين فيهم من أبناء المغرب اللي داخل الجيش هربوه جو بحالاتهم من البلدة وخيحكوه وخيحذرون عن ذلك الشي المعاناة والناس ركت تكرفصوا معذبة بمخيمات الاخر إذا اللح ولو أقول تقي إلا بالله انت مننا أخوتي ما نكونش طولت عليكم مع بعضياتنا ونعونوا بعضياتنا وإن أختلفنا فهذا لا يغير في حبنا ولا يغير في أرائنا وكما تقولوا لا يغير في حبنا لبعضنا ولمغربنا ولبلدنا ولملكنا هذه أمور أخوتي كتوقع الاختلاف لا يغير في الودقادية ولا يغير للودقادية هاتش اللي كان أخوتي نتمنى أنني نكون مفقت تحية لكم منا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته